أهلا بكم انتهى عام 22 لكن ما انتهاش في عالم الرياضة بشكل عادي يعني ما تقفلش على كاس العالم في الدوحة وفوز الأرجنتين وخلاص لا ده كمان في الساعات الأخيرة حصل حادث كبير ومفاجأ في كل أوساط الرياضية وهو انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بعد ما انتهى عقده مع المان يونيتد الإنجليزي وكتب نادي النصر السعودي على صفحته التغريدة دي كتب بيقول بالنص كده الرياضي الأعظم في العالم يوقع رسميا العالمي وحق الصورة دي نشر نادي النصر السعودي تفاصيل التعاقد واللي هيكون لعامين ونشروا برضو تصريحات لللاعب وتصريحات لرئيس النادي في جراف على الحساب بتاع النادي يوضحه شكل التعاقد الرياضي الأعظم عالميا ينضم العالمي رسميا ينضم العالمي رسميا وقع رئيس مجلس دارة نادي النصر الأستاذ مثلي المعمر قبل قليل عقد مع نجم كريستيانو رونالدو يمتد عقد حتى عام 25 سيرتدي كريستيانو رقم سبعة تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الأسبانية مدريد دي أكبر صفقة الصفقة أكبر من مجرد فصل تاريخي جديد هذا اللاعب مساء القعدة لجميع راضيين أني متشوق للتجربة وطبعا ما كتبش الرقم المالي اللي اتدفع لكريستيانو رونالدو رقم مهول رقم مهول حقيقات الأمر يعني يعني جامد اللافت أن رونالدو في مقابلاته كان بيقول أنه بيسعى الانتقال لنادي أوروبا لما تسأل عن نادي النصر فهل رونالدو غير موقفه بسبب الفلوس بحسب ما أعلن في الإعلام عن حجم الصفقة نشرت وسائل إعلام حجم الراتب اللي هيحصل عليه رونالدو في سنتين واعتبروه تالت أغلى لعب في العالم في تاريخ اللعبة بعد مبابي وميسي نشوف كده جدول رواتب اللعيبة في العالم وراتب الأخ رونالدو كليان مبابي في باريس سان شرمان قيمة العقد 640 مليون يورو لحد 25 ميسي في برشلونة قيمة العقد أو ميسي في برشلونة مش ميسي يا جماعة رحة لما كان في برشلونة 555 مليون يورو رونالدو في النصر السعودي 525 مليون يورو نيمار ومالفين ما صراح يا جماعة نيمار 267 يورو كريستيان رونالدو في ريال المدريد كان بياخد 220 مليون يورو كريستيان رونالدو في اليوفينتس 220 مليون يورو بيل 178 بول بوجبة 113 مليون يورو دي كانت أكبر العقود في التاريخ يعني اختصاره كريستيان رونالدو خابط مبلغ جامد قوي انضمام كريستيان رونالدو للنصر السعودي قلب الدنيا في النادي وفي العالم لدرجة ان مبيعات التيشرت بتاع اللاعب خلصت في أقل من 24 ساعة بوصلت مبيعاتها إلى 2 مليون ريال سعودي ادي الخبر نفاذ قمصان أو تيشرت يعني بتاع مبيعات من مدجر النصر خلال أقل من 24 ساعة حيث وصلت المبيعات إلى 2 مليون ريال سعودي نشر المدولين السعوديين فيديوهات لنفاذ التيشرتات بتاع مبيعات من مبيعات في أحد فروع النادي النصر في أقل من ساعة من 24 ساعة اسمع المشاجهة السعودي يقولي والله يا جماعة الخير اني مصدوم متجر نادي النصر في الرياض شوف شوف فاضح ولا زهون الساعة 9 ونصر والله نحن بس اننا موجودين وهذا دولة تحصورها بس والله عملنا المتجر بالله تقرد كريستيان يا رونالدو رونالدو يا تدروا انه كريستيان رونالدو لما انتقل لنادي مع شستر يونايت كان هو اكثر تجارة نباع فيه تاريخ البشرية والآن رونالدو انه مراح ننصر هشوف المتجر قابل مصدوم طبعا كان فيه فرحة جبيرة من مشجعين نادي النصر وصلت الحقيقة للمدرجات قبل ما يلعب رونالدو اي مباراة فالجماهير بتوع نادي النصر هتفوا باسمه امبارح في المدرجات لا شك انها خابطة وصفت بالزكية من الناس لانه ده مفيد لتسويق الدور السعودي عالميا لانه لما يلعب رونالدو في الدور السعودي ده تسويق جيد للدور السعودي زي ما نسمع المشجع بيقولي كده لعبة رونالدو راح يرتفع قيمة الدور السعودي ده يراشا ترتفع قيمة الخليج كامل صراحة لانه وتشوف التقريدات وتشوف المشاهدات كل الأجانب كل العالم على الصفقة هذه صفقة تاريخية انت تكرر الحقيقة انه رغم الترحيب طبعا على فكرة الرجل ده بيكلم كم صح كان خبر توقيع رونالدو العقد في نادي النصر السعودي كان الخبر رقم واحد عالميا ده حقيقة مش زاري يعني رونالدو اسطورة كبيرة قوي لكن رغم الترحيب بالصفقة في أوساط جامعي النصر إلا أنه الانتقاد والصدمة من انتقار رونالدو ملع الأوساط الرياضية وكان في صدمة في بعض الأوساط أو كتير بعد اختيار رونالدو لنادي النصر دور ضعيف مقارنة بالدورات الأوروبية واختيار برضو فريق مش الأقوى في الدور السعودي زي ما بيقول حساب باسم وليد وليد بيقول أشفق على رونالدو لأنه نهايته في فريق صغير أبو مواسم صفرية كتيرة أو تاريخ صفر أبطال أسيا أعطيك مقارنة بين صغر حجم هذا النادي بالنافل 3 مواسم 8 بطولات النصر السعودي 22 سنة 6 بطولات تاريخ صغير جدا شاف بعض المشجعين السعوديين أن انتقال رونالدو لنادي النصر مفروض انتقال نادي زي الهلال لأن الهلال أفضل تاريخية خاصة أنه الهلال مشارك في كاس العالم للأندية والهلال أيضا بطل أسيا ده اللي قاله حساب باسم محمود محمود قال أموهاب أصد بيقول بما أنها سنة الحياة أعتقد أن الهلال السعودي كان أنسب خطوة خالجية بالنسبة لكريستيان رونالدو لكن رسوء الحظ الهلال ممنوع من القيد مع كامل احترام للنصر لكن الهلال دايما على منصات التتويج ومنافس قوي ومرشح أول في دوري أبطال أسيا زائد أنه هيشارك بعد شهر في كاس العالم للأندية بينما انتقد بعض مشجيع النصر الصفقة بأنه مش هيفيد النادي وأن اللاعب 37 سنة كبير في السن وأنه مش هينساجم مع باقي الفريق زي التغريدة دي كده اللي كتب وقال أنه كريستيان رونالدو وتعقده مع اللاعب وهو على العكاز حيث شارف على الأربعين بصفقة القرن الذي سيزول مفعولها بعد أشهر حيث ستذهب كما يقولون السكرة وتأتي الفكرة من ناحية الفنية اللاعب وانتهي ولذا لفظته أوروبا ومن ناحية البيئة فصعب أن يتقمصها سيندم من وقع الصفقة لكن وقت لا ينفع الندم ناس تانية شافت أن دي مش مشكلة وفيه لعيبة مشهورين جدا راحوا دوريات تانية مش مشهورة زي بيلي وبيكنباور وغيره زي ما يقول موقع يلا كورة قادي التغريدة هو بتاعت يلا كورة بيلي وبيكنباور وبراميوفيتش نجوم سبقه النالدو في الابتعاد عن أوروبا بصفقات مفجأة ممكن وفيه ناس لعبت في الصين لكن الصحفين الأجانب شافوا أن الانتقار نالدو هي نحاية حزينة لتاريخ لاعب أسطوري زي ما قال الصحفي جيمس ديكر اللي هو بالصحيفة التليجراف قال في التغريدة دي أنه يعني وانا على فكرة الرأي ده كتبته يعني نهاية حزينة لتاريخ مهنة عظيم نعم لكن هل باع لورنالدو كورة القدم منذ خمسة أسابيع من عيد ميلاده الثامن والثلاثين كان محرج أو كان محرج لم تكن هناك عروض مجدية من أوروبا إنه لأمر غير عادي إنه بقى على هذا المستوى الأعلى طالما بقى الحقيقة إن أبو تريكا عنده نفس الرأي وأنا عندي نفس الرأي أنا رأي الشخصي إنها نهاية حزينة للاعب أسطوري مش تقليلاً من نادي النصر لكن الحكاية مش حلوة أبو تريكا قال نفس الرأي ده اسمعوا كده أنا على المستوى العربي كإنسان مصري وعربي مبسوط بالصفقة يعتبر صفقة القرن للنادي النصر وللكرة السعودية عموما صفقة القرن هيحولهم لحاجة تانية النوع النحية التانية كمحب لرونالدو هو أخطأ هو أخطأ أخطأ بالبلبلة في فترة أخيرة أو بالانتقال لدوريسيو عموماً القرارات الأخيرة بداية من المقابلة اللي خبط فيها في تنهج وخبط فيها في الانغاية الآن هو بياخد قراراته بالعاطفة وليست بالعقل العاطفة تقول له روح مكان تاني تاخد فيه الرونك تاني أنت مش محتاج رونك أنت راجر رونك اسمك رونك حتى لو بطلت دلوقت أنا كنت أتمنى منه لو ملقاش عقد في أوروبا يعتزل ويحاول يمسك منتخب البرتغال كمدرب أنا مع الرأي أبو تريك زكاء من نادي النصف السعودي أنه يتعاقد مع رونالدو عبقرية من المسكين الرياضة في السعودية أنهم يتعاقدوا مع رونالدو السعودية قاب قوسين أو كما يقال أنها عايزة تنظم كاس العالم والسعودية عملت تسويق رائع لصفقة رونالدو بصراحة زكاء منهم لكن على مستوى رونالدو خبت أمل لأنه لن يستفيد كتير من الدور ده السعودي ولن يستفيد من وجوده في النادي النصر السعودي وكان الأولى به أنه يعتزل دلوقتي في قمة مجدو من ناحية تانية انتقد السعوديين بعض السعوديين الفلوس اللي اندفعت في الصفقة وده خلى الإعلامين السعوديين يطلعوا يتكلموا عن الصفقة ملهاش علاقة بالحكومة وأنها من رجال أعمال ورعال النادي زي بيقول الإعلام السعودي الأشهر وليد فرق قال أنه يعني الحكاية من الهجدخ اسمع والله ما ألوم كما شايف المشاهد الأولاني اللي قال وزارة الرياضة للتوضيح وزارة الرياضة اللجنة الأولمبية السعودية الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس لهم علاقة بصفقة نادي النصر أو ما يتردد عن مفاوضات نادي النصر مع النجم البرتغالي كريسيان راندو قولا واحدا ما لهم دخل نهايين عشان ليجي كل واحد يقول يا أخي الوزارة وزعوا علينا لا ما لهم دخل في هذا الموضوع هذا الموضوع متعلق بالنادي مع شركة الراعية مع جهات تسويقية أخرى موضوع ملف آخر عشان كل أمور واضحة بالنسبة للمشاهد ده كلام وليد فراج وأنا مصدقه قد يكون ده حقيقي لكن النشطين السعوديين شايفين حجم الإنفاق على الصفقة كان راح للبنية التحتية بدل ما يروح كل المبالغ دي بدل ما تروح لي صفقة زي لاعب ده الحقيقة أو بقى السيول اللي غرأت جده ده اللي كتبوا الكاتب والمحل السياسي السعودي تركي الشلهوب كتب بيقول ابن سلمان آه ابن سلمان دفع مليد دولارات للتعاقد مع رنالدو لغسل سمعته والمواطن في جدة ما بين هدد الأليات وغرق السيول أي أن كان لكن قضي الأمر وتعاقد كريستيان رنالدو مع نادي النص وارتدى التيشرت رقم سبعة والدفع فيه المبلغ ده السنتين المصريين عندهم مسأل كويس بيقول بكرة نقضى الحيطة ونسمع الزيطة هل كريستيانو هيضيف له الدول السعودي شيء هل هو هيضيف للدول السعودي شيء إنما في النهاية الموضوع خلص وتعاقد الراجل وفلوس وحاجة كويسة جدا أنا رأي شخصي هي نهاية حزينة للاعب أسطوري كبير ومبروك لنادي المصر